السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثة خمسة تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج القوس لغاية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بعدها بدو ينتقل لبرج الجدي ورح يظل القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة من مساء يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل موجود القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة عصرا من عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية القمر بما انه موجود في برج القوس لغاية ساعات العصر فمنظل منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس اكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا وبيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكننا اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او ممارسة هواية او تجربة حضنة او التخطيط لرحلة او الاتصال بشخص قارج البلاد وتعتبر الفترة هاي ممتازة للاعمال التجارية وخصوصا الاستيراد والتصدير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاوية وعنا خلوم مسار وعنا انتقال الزاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون رح تكون الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي الى القمر اللي رح يبدأ الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة بعد العصر او عصرا بتوقيت جرينج هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة بعد العصر خلاص القمر بكون انتقل واستقر في برج الجدي عشان هيك نصبح من ساعات العصر وما بعد اكثر عقلانية ومنحكم العقل اكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك انه الامور ما رح تكون سهلة بالنسبة لالنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا نعمل بجدية اكبر ولا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد او شراقة عاثري او اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التامين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية من الان وحتى ساعة العصر عندنا الكبد والعدز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذه الاعضاء هي الاكثر حساسية لغاية ساعات العصر اما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوهز هاي الاعضاء اللي بتصير اكثر حساسية بعد ساعات العصر بالنسبة لباقي اعضاء الجسم طبعا ما فيه اي مشكلة لاجراء العمليات الجراحية لالها خلال هذا اليوم مناسب هذا اليوم ايضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما فيه اي مشاكل لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او الطرق التغليدية للاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه او يبطءوا عملية الانبات يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي اللي هم الاشخاص اللي بيعانوا من تساقط شعر او تقصف او مثلا تلف بالشعر او بدهم يعملوا زراعة شعر او ياخدوا فيتامينات للشعر يعني كل هذا يعتبر اللي هو القص العلاجي او معالجة الشعر القمر بما انه رح ينتقل لبرج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة عشراء وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرانج وبينتهي الساعة عشراء وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانج اما بالنسبة لعمر القمر اليوم القمر الهلال عمره اير اربع ايام الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا نبدأ باليوم الخامس نسبة الاضاءة نهاية اليوم ثمنتعاش بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيد بنسبة خمس واربعين في المية القمر في القوس وساعات العصر بده ينتقل للجدي ورح يضل بالجدي ليوم سبعة احداش سعيد بنسبة خمس في المية الان ساعات العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات المساء منتحس بنسبة عشرة في المية عطارة في القوس حتى يوم ست وعشرين احداش سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم احداش احداش منتحس بنسبة اربعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بيظل في نشاط على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بالظل الأجواء إيجابية ودعمة لأيلكم ممكن بعضكم يفكر برحلة أو ممكن يحصل على معلومات أو يأخذ دورة معينة أو حتى التواصل مع أشخاص خارج البلاد نجاح حتى في حياتك العاطفية لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انك تهدؤوا من الأجواء فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير والبحث عن مواضيع تتعلق ببنك أو ضريبة أو تعبين ممكن تتلقى مساعدة من طرف ما ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تهمل واجباتك البيتية والعائلية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات وممكن اليوم يكون في لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم مش أنك تتحرك على مختلف الأصعاد برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم مناسب لغاية ساعات العصر لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وبتضل فترة فيها نوع من أنواع الضغط إلا أنه فترة ممتازة للأعمال المشتركة الضغط هذا بيخليك أنت الحلقة الأضعف أي استفزاز أو خلاف ممكن يكون لمصلحة الطرف الآخر مش لمصلحتك فعشان هيك بدك تكون أكثر صبرا وتحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان أما من ساعات العصر وما بعد بتعيد وضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما وهي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم التركيز على العمل وعلى الصحة أكثر شيء لغاية ساعات العصر فعشان هيك بدك تنجز أعمالك حتى لو اضطررت للعمل وقت إضافي وما تلتهي بأعمال غير مجدية حاول تركز على الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لعمل آخر وأيضا حاول لك ما تدخل بأي خلاف مع زملائك بالعمل أيضا بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع الطبيبك من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حاول تعزيز شراكاتكم بدكوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا الكلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي في هاي الفترة وإنت الحلقة الأضعف صحيح أنها بتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فعشانك لازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا على مستوى الأمور اللي تتعلق بالعاطفة والتقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم وبظل في نوع من أنواع الحظ بيدعمكم تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية لطرح الأفكار للارتباط للتواصل مع الأحبة وأهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة وحاول أنك تستغل هذا اليوم بتصحيح الأخطاء وما تبالغ بمغامراتك أما من ساعات العصر وما بعد بيتراكم العمل لديكم ما تهملوا صحتكم حذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن أنه يمنعك من أداء واجباتك اليومي كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارية أو تشعر ببعض التوتر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة ما التركيز رح يظل على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات العصر فبإمكانك أنك تدخل تعديل أو ممكن مشتريات أو مناسبة معينة لها علاقة في البيت بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أحد أفراد العائلة ولكن برضو بيكون في نوع من أنواع القلق أو التوتر أو التشنج أو العصبية أو مشكلة لها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو حتى صحة أحد أفراد العائلة فعشان هيك حاول أنك ما تتهرب من المسؤوليات من ساعات العصر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم بتفرح لانفراج ملموس ترتفع بفرص النجاح بتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لكثير من الأمور برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنشطوه بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبتضل فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتضل الحضوض دعميتك وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر والأجواء ما زالت ممتازة حتى على المستوى العاطفي على مستوى مصالحة على مستوى ورشة عمل لتأهيل قدراتك أو دورة لتطوير إمكانياتك بعضكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن لطف الأجواء العائلية ضغطة لأنها بتثير اضطرابك وامتعاضك وما تخال في القضانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا بيظل في نوع من أنواع الفرص لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن برضو ممكن يكون مستردات هبات نوع من أنواع الدعم هدية أو حتى مكافأة أو استرداد أموال لإلك أو ممكن تنظم فوتير لإلك وتحقق إنجاز فيها ولكن بتكونوا حذرين في النفقات والمغامرات المالية من الآن وحتى ساعة العصر ومتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات ولكن حاول إنك تتأكد من المعطيات ومن إمكانياتك من ساعة العصر وما بعد ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع أو إسمع صوتك بعضكم ممكن يكون عنده سفريات أو تنقلات كبيرة ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم الثقة بالنفس أكثر وأكثر نشاط عالي جدا ملفتين للانتباه للجنس الآخر أكثر بإمكانك تبادر لخطة جديدة داعي من مكانتكم الاجتماعية وإنفراج وتقدم الموس ولكن زي ما حكينا بدك تضبط عصابك وما في داعي للعصبية وما تتخذ قرارات حاسمة دون التأكد من المعطيات بتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرار حاسم انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا برضو اليوم بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك ما تبالغ بإنجاز أعمالك برضو ما تتخذ قرارات حاسمة حاول انك تضبط أعصابك من الانفعالات أو التوتر قراراتك أجلها لبعد العصر بكون أفضل لأنه بتضل الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمال من ساعات العصر وما بعد بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل التركيز على العلاقات الاجتماعية من الآن وحتى ساعات العصر وبإمكانكم تعزيز علاقاتكم أو صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوي لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور ولكن حاول تستغل علاقاتك ومعارفك لإنجاز وإتمام بعض الأمور اللي بتطلب مساعدة من طرف آخر من ساعات العصر وما بعد بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فتكون تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وحاولوا تعملوا بشكل روتيني لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر آمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بيظل هذا اليوم من غاية ساعات العصر مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع المسؤولين وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدون مغامرات وبدون مجازفات هدئ من روعك ما تنفعل وتجنب المخالفات بكل أنواعها وحاول إنك ما تشوه سمعتك بتصرف خارج عن الإرادة أو بإرادتك من ساعات العصر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا ترتيب العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء